أنا بابا يالا لكهربا وعشاء المرد الأحمر أيوة زي ما سمعت طب ازاي؟ هل الفريق البرتغالي لازم يدفع الغرامة ولا ملوش دعوة بكل اللي بيحصل؟ كل الأسئلة دي هنجاوبها دلوقتي في موقع بصراحة يلا بينا نبدأ الحكاية سنة ونص وعايشين في أزمة اسمها غرامة كهربا اللعب هيتوقف ومش هيلعب لا اللعب هيلعب ومكمل في الأهلي والغرامة هتدفع لما القيد يتقفل عشان الزمالك ما يشتريش صفقات فده اللي تقال من مريكاتو الشتوي اللي فات ولسه مستمر في المريكاتو الصيفي والكلام ده بقى حديث الساعة على مدار الشهور اللي فاته لحد ما الفيفا طلعت قرار بإيقاف كهربا وبعدها وصل خطاب رسمي من الفيفا بتأجيل إيقاف اللعب لمدة شهرين لحد 7 أكتوبر كل الأخبار دي احنا عرفناها الكلام الجديد بقى هو اللي جي من البرتغال لما أعلن نادي أفيس اندماجه مع أحد أنديت الدرجة التانية واستقناف نشاطه الرياضي من تاني عشان الكل يسأل بقى هل النادي هيدفع الغرامة أو جزء منها مع كهربا؟ التساؤل ده جاودنا عليه مدرب الزمالك السابق والمدير التنفيذي للاتحاد المصري وقال عودة النادي البرتغالي من جديد هتساهم في حل أزمة كهربا عشان يدفعه نص الغرامة وده معناه أن كهربا هيدفع النص الباقي وكمان محامي كهربا معي حكمي من المحكمة بيؤكد أن اللعب هيدفع نص الغرامة بالتضامن مع النادي الناحية التانية نادي أفيس شكله عايز يخلع وما يدفعش الغرامة وده بعد تصريحات رئيس نادي أفيس فوتبول ساد البرتغالي عن الغرامة وقال وما حدث هو شراكة لتأجير ملعب النادي ولما تسأل عن عقوبة كهربا قال احنا ما نعرفش من هو محمود كهربا أو الغرامة للناس في مصر بتتكلم عنها وبالتالي لم نتواصل مع أحد لأن هذا الأمر ملناش دخل فيه وده نفس الكلام اللي قاله الإعلامي أحمد شبير في تصريحات تليفزيونية أن النادي أفيس البرتغالي لن يتحمل نصف غرامة محمود عبد المنعم وما يتردد من كلام غير الصحيح بصورة نهائية في الوقت الحالي والحد دلوقتي النادي لم يرسل أي خطاب اللاعب وما فيش أي تواصل حتى اللحظة دي في النهاية هل تتوقع أن اللاعب ممكن يدفع نصف الغرامة والنصف الثاني من الغرامة هيدفعها النادي ولا هتفضل الممطلة دي بين الطرفين مع الزمالك سبوا لتوقعتكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر